يلقي الفساد والفشل السياسي في العراق بظلال قاتمة على المستويين الأمني والاقتصادي ما يضع البلاد على حفة كارثة جديدة بحسب العديد من المؤسسات الدولية التي تحذر من مستقبل محفوف بالمخاطر ينتظر العراقيين تقرير لصحيفة الفاينينشل تايمز ناقش الوضع الاقتصادي للعراق وتأثيره على انعدام الأمن حيث تنقل الصحيفة عن وزير المالية علي علاوي قوله إن القضايا التي تم دفنها بسبب ارتفاع وتنامي الإرادات النفطية تتبلور الآن في إشارة إلى الإنفاق المتضخم وفاتورة أجور شهرية بقيمة خمسة مليارات دولار تشمل مدفوعات لحوالي ثلاثمائة ألف من الموظفين الفضائيين أو الذين تصفهم الصحيفة بالأشباح وتقول الفاينينشل تايمز إن الوضع المالي في العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبيك لقى ضربة مدمرة إثر انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من النصف ما أدى إلى انخفاض عائدات العراق من أكثر من 6 مليارات دولار مطلع العام الحالي إلى أدنى مستوياتها بنحو مليار ونصف المليار دولار في نيسان الماضي بينما تعتزم الحكومة اقتراض 18 مليار دولار لتغطية الرواتب للأشهر القليلة المقبلة وفي الوقت ذاته توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تضاعف معدل الفقر في العراق إلى 40% من نحو 20% حاليا وقالت بلاسخارت في إحادة لها بمجلس الأمن الدولي إن من المتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة تصل لنحو 10% هذا العام ووفقا لتقييم أجرته وزارة التخطيط في الحكومة الحالية فإن أزمة فيروس كورونا كانت لها آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة حيث ستدفع 4 ملايين ونصف المليون عراقي إضافي إلى خط الفقر أي ما يعادل 12% من السكان لا يمكنك أن تزرع الشوك ثم تتوقع أن تجني العنب سنوات الفساد وسوء الإدارة والارتهان للمصلحة الخارجية والعبث بمقدرات البلاد تجنيها الطبقة السياسية الفاسدة اليوم فشلا ذريعا لكن الثمن الباهض يدفعه العراقيون كما جرت العادة لا سيما الطبقات المسحوقة والمعدمة